عظيم هل الرقم ده معناه ان احنا هنشوف مبادرات جديدة طبعا احنا نتكلم عن كل مبادرات بالتفصيل لكن زيادة 48% ده بيقول ان في مبادرات جديدة ولا التوسع في عدد الناس المستفيدة بالفعل من المبادرات الموجود الحقيقة احنا منقدرش نقول ايه اللي بيحصل لان احنا بنتفاجئ كل شوية بمبادرة الحقيقة الرئاسية احسن من لا بلا منتكلم بشكل مباشر اولا يعني ما فيش دولة في الكرة الارضية استطاعت ان تهاجم او تقضي على مرض زي مثلا فيروس C اللي كان بياكل كبد المصريين زي ما احنا كنا نقول ساعتها كنواب نقول يا جماعة كبد المصريين اتهانا من هذا الفيروس عشان سيادتك تقدر كدولة بحجم مصر ما هياش امريكا وما هياش فرنسا ما هياش انجلترا تقضي على هذا المرض من الجزور وتنفق هذه المبادرات وفي مدة قصيرة ده حقيقة يعجاز ما هواش بس انجاز وكمان احنا مش بس احنا توسعنا بده احنا قدمنا هذا النوع من الرعاية للكرة الارضية كلها يعني احنا قضينا على هذا المرض في مصر الحمد لله رب العالمين ومصر فتحت ببانها لأي حد عايز يأخذ هذا الدواء كان بيأخذ هذا الدواء عادي جدا وميش قدنا مشكلة فاحنا بنتكلم بقالية ايه الدفاع عن المواطن وتنميته بنتكلم على ان المواطن المصري عن الانسان كمان خلينا بس نتوسع اكتر اه والله عندك حق في هذه النقطة بالتحديد احنا فعلا دفعنا عن الانسان ككيان وهذه الدولة المحترمة المصرية اذا كان ده بيدل على يقول هذه دولة اراقية نحن دولة ليس فقط دولة لها تاريخ عظيم فقط لا احنا عندنا تاريخ معاصر حالي بتكلم عن قيمة الانسان نفسه ده اللي احنا بنشوفه ده اللي احنا عايشين فيه هذه المبادرة مثلا او هذا الانجاز الضخم تلاقى العديد من المبادرات يعني احنا شوفنا طبعا التحالف الوطني العمل التنموي والاهلي والاول مرة في مصر وفي تاريخها يمع عندنا كلمة عمل اهلي تنموي يعني فكرة ان عمل الاهلي والجامعات الخيرية وما شابه هي كلها حاجات عبارة عن الدولة بتساعدها شوية مجموعة من التبرعات بسيطة جدا امكانيات محدودة كانت للجامعات الخيرية والاهلية بصراحة شديدة يعني اما ونحن نتكلم عن عمل اهلي تنموي احنا بنكلم عن فتح فرص عمل بنكلم عن استدامة في تقديم هذه الخدمات شوفنا العديد بقى من المبادرات بصراحة يعني وحتى اسامي المبادرات واختيارها طليق بالانسان المصري يعني ساتر وعافية احنا بنكلم على خيرك سابق هذه المبادرات اللي لفت ربوع مصر المحروسة الحقيقة يعني بنكلم على حياة كلمة سمح لي اشيد باسم خيرك سابق دي عجباني انا عجبني الاسم وعجبني ليه اختاروه ودلالته كمان مهمة جدا شوف انا بقول لساتك حاجة في منتهى الرقيق انت بتتعامل مع المصري لانك فاهم قيمة المصري الحكومة النهاردة بتتعامل مع المصري فاهمة قيمة شعب مصري يعني ده ما كانش موجود احنا احنا شوفنا عقود كثيرة سابق للامانة الشديدة طريقة التعامل وانا بمدي ايدي للمصري انا بقول له خيرك سابق ده حقك انت شاركت معاني قبل كده في مبادرات قبل كده فلما يجي عليك الدور او انت اه في احتياج دلوقتي فانت خيرك سابق قطر الف خيرك صحيح فهو ده ده مستوى رفيع من الادارة المصرية الحقيقة والحكومة الحالية انها تريد حتى اختيار الفاظ او مسميات المبادرات ده في اعتناء ده يبين لك كده باسم الله الرحمن الرحيم ايه جواب يبين من يعنينا زي ما احنا نقول لك مصريين هذا اللونية يدل على الانتقاء يدل على التركيز يدل على الدقة في المبادرة هذه المبادرة بتقدم وجبات ساخنة في الكرة ويحنا كناش بنشوف الكلام ده كان ده يا جماعة شبه خيالي للامانة الشديدة والله من مين كان بينزل لف القوافل كاملة جدا على الكرة الاقصر احتياجا ويقدم لها وجبات ووجبات سخنة ووجبات لحوم ووجبات مش عال ان شاء الله ربنا يزيد وان شاء الله البلد تقدر تدعم اكتر بس احنا نتكلم على هذه النوعية من المبادرات لها جو رهيب احنا بنلمس ده عشان احنا نواب الناس بتتصل بينا وبنتابع وبننزل نلف مع القوافل نشوف يعملوا ايه الحقيقة يعني لا حاجة عظيمة حاجة حقيقية على الارض